اختتم المنتخب الوطني للكاراتدو مشواره ضمن بطولة إفريقيا برصيد إجمالي بلغ 21 ميدالية من المعادن الثلاثة ونجحت العناصر الوطنية بما فيها أشبال، أواسط، وأكابر من حصد 6 ميدالية ذهبية، 8 فضيات، 7 برونزيات كما تمكنت الجزائر من حصد هذه الميداليات بفضل 26 مصارعا ومصارعة شاركوا في هذه البطولة موزعين على 19 سنفا من أصل 38 يذكر أن البطولة الإفريقية للكاراتدو جرت في الفترة ما بين الثاني إلى الرابع ديسمبر الجري بمدينة دوربان بجنوب إفريقيا